السلطات التايوانية تعلن تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الداخلية تشوانس إيجا فوق جزيرة تقع على الساحل الغربي للبلاد مخلفة 47 قتلا على الأقل حسب حصيلة غير نهائية فيما تتحدث مصادر أخرى رسمية عن 51 قتلا ولم يسلم من هذا الحادث سوى 7 أشخاص نصيب بجروح متفاوتة الخطورة والدة جريحة تروي ما قالت لها ابنتها في مكالمة هاتفية ابنتي طلبتني على الهاتف وقالت أمي إن طائرتي تحطمت وقالت إنها تسلقت الحطام حتى تمكنت من الخروج من الطائرة واستلفت هاتفا لتكلمني الطائرة التايوانية التي كانت قادمة من كاوسيونغ في جنوب البلاد كانت تقل 54 ركبا إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين يشكلون طاقمها وقد تحطمت قرب أرضية الإقلاع التابعة لمطار ماجونغ في جزيرة بينغو النائية وهي تهم بالهبوط للمرة الثانية بعد فشل المحاولة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية على ما يبدو تتزمن هذه الكارتة مع هبوب عواصف هوجاء على المنطقة وهطول أمطار غزيرة بسبب مرور إعصار ما تمو عليها